بالشأن الأمني حيث وقضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم الموافق لـ 29 سبتمبر 2016 على خمسة إرهابيين في عملية نوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي ببلدية تازولت لأتبادن النحية العسكرية رقم 5 واسترجعت قواتها الجيش بندقية رشاشة من نوع أربيكا وأربع مسدسات رشاشة من نوع كالاشنيكوف وكمية كبيرة من الضخيرة بما تم تدمير ستة مخابئ تحتوي على مؤونة وألغام تقليدية الصنع وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وأغراض مختلفة تأتي هذه العملية المتواصلة والنجحة الثالثة من نوعها في ظرف أسبوع واحد لتؤكد عزم وإصرار قوات الجيش الوطني الشعبي في مطردة والقضاء على فرور الإرهاب إيمانا حلوا عبر الترابي الوطني